أعلنت الشرطة النمساوية أن إطلاق النار الذي أسفر عن قتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة في فيينا مرتبط بمافيا البلقان إذا أطلق شخص مجهول عيارات نارية عدة في محيط شارع لوجيك في الدائرة الأولى من فيينا مما أدى إلى قتل شخصين فيما نجى ثالث معهما من الحادث الذي وقع بعد مغادرتهم طاما